موسيقى وزير الخارجية الجزائري تقاضات لهجريا هازشا كوشو يدور بين الحيوط ديال الدول الإفريقية مشا عند الممي مجنوب إفريقيا وخرج من عندها وضاخ بقى يخمم فين يمشي حتى من قناة الدعاية ديالهم فخونس فانتكات قالت في نشرة الأخبار أنه غيغادر جنوب إفريقيا نحو وجهة غير معلومة تأخر الزمان بالديبلوماسية الجزائرية وبوزراءها حتى ولو يخرجوا من بلادهم وما يعرفوش فين ماشيين طبعا ما يمكنش يقول فين غادي حتى يطلقى جواب من البلاد اللي بغي يمشي لها واش تستقبلو؟ ولا مو حال هاد شي كله باش قال لك يعمل على تحديث التعبئة لصالح البوليزاريون القضية في هاد تحديث والتعبئة وهاد جوج كلمات اللي يدخلو جدادة على قاموس الدبلوماسية كنا كنسمعوه ما احنا غير في المعلوميات والانترنت والاتصالات بحال البرطابل من اللي يتسال فيه السلد كيخصوا التعبئة وبحال البرامج المعلوماتية اللي كيقدامو كيخصهم التحديث والتحديث كيخصوا الدولار والدولار عند العطار والعطار كيلهت ويجري ويرشي ويغري إذن القضية فيها انتهاء الصلاحية ووجوب التحديث يعني خصها الترميم حي ترشات وقدامت يكسب قادوم ايوه الصبر صبر استي صبري حتى واحد في الجزائر ما عارف الوجهة دياله أو عارف فين غادي؟ ولاش غادي؟ البصلة تستطاو ها هو الرئيس برأس الله يشافيه ما بغاش يقول للشعب علاش رجع الالمانيا واش تزير مع هالحال بسبب تدعية كورونا؟ ولا شي وعكة جديدة؟ والرأي السابق كيعاني من الشلل والإيمال وتزاد عليه الحال بحساب ما قال الإعلام الدولي ووزير النقل تعفى من تويزاريت بسبب الفساد ديال الصفقة ديال الأغذية مع الخطوط الجوية مشو فيها بزاف ديال المسؤولين والمحاكم العسكرية فات حبيبان هاليل ونهار باش تحاكم الوزراء والمسؤولين الكبار اللي حكموا في عهد النظام ديال بوتفليقة وغدا غنشوفوا نفس المحاكم كتحاكم هادو اللي اخدامي اليوم عن النظام الحالي على أية حال الله يلطف ويستر الحوال شوفوا غير أش وقع الخوتنا الجزائريين لمهاجرين في ماليزيا مشاوا لصفارة بلادهم باش يشددوا الوراق ديالهم هربوا الموظفين ديال الصفارة وخلاوهم وخلاوهم ينع سوفق القازو ديال الصفارة الليل ونهار خواوا لهم الصفارة وكاين اللي بيبان عليه وتاهموا المواطنين بأنهم هجموا على الصفارة يك هادو غير مواطنين قلان ويك جزائريين ما جايينش من كوكب الظهرة اليوم 12 جونفي 2021 هامليك الجزائريين اللي دخلوا للصفارة تا جزائر في ماليزيا راقدين للأرض مانبا ما معطوهمش غرفة ولا مكان الإيواء هامليك راقدين وفي عائلات هامل أغراض تاهم انتها النساء الفيزا تاهم انتها هيا طلبة هامليك نساء عائلات وديك الطاليبة اللي تزيرت مع هالوقت ومشات للصفارات بلادها تطلب الماكلة ومرضوها شفو جاة وشبعوها نيت ولكن بالعصاق واش هكذا وصل الحال بالدين والانتماء الوطنية؟ في البترول والغاز والجبهة والتسنطيح هالفيديوهات كيتكلموا وها واقع الحال يكحنا ما فبرقنا فيديوهات مادرنا سينيمات موسيقى نحنا دلنا وقفة سلمية على جال الطفلة اللي جات مسكينة بالسديمون دي اند سينيتي بيش عاونوها ولكش ما ي للاجونت سيكوريتي خرجوها ودربوها كل مواطن عندو اللذي اللي تتاعوا من قبلوش حنا العصاب هالو يهينوني زرجيريان ويهينوني هالجيريان ويهينوني يحبون به ويهينوني يعملون ويعملون من صالحة الشعب الكاريتة مكتوقفش هنا الكاريتة هي من الإعلام العربي والدولي أعطى الجزائر بالطهر حيث إعلامها ولا كداب وديبلوماسيتها ولا ترماد ولا تمسكينة تقلب في سوق الخردة وفي حال ذلك السوق اللي كانوا بكري بيعو فيه العبيد والجواري باش تدور معاشي وحدين شيطين بجوج فرنكات يسبو ويكتبو على المغرب ويزورو الحقائق ويحكيو الخرايف هاد ابو نخلا وهاد ابو صدرا وهدا الديب وهدا الكديديب كل واحد كيلو حوليه عظيم يكتد فيه ويحكي خرافته تصورو وواحد منهم بان هاد اليام كيحلم بشي حرب في المحبس المحبس هاد اليام عامره بالمدنيين والصحفيين اللي كيزوروها وهو كيقول راه الحرب شاعلة تمك سولو غير لحاج عبد الهادي بالخياط اللي ودن بصوته الجميل في القرقارات وصلى جوج ركعات مدحا وثناء حمدا وشكرا للواحد العظيم مدحا أقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حتى نرفع كفوفنا المولى الرحمة القادر القادر بشي نعم عليك بالشفاء العاجل والدائما السيد يا عبدالهدي الصراحة والله ما منك جوج رغم الأزمة الصحية ديالك هزاتك ريح الوطنية ومشيت تتبرك برمال بلادك دبال إعلام الجزائري والنصاب كتر من هذا كيمشي وينصبوا الخيام في تين دوف ويقولوا رهف المحبس وفي القرقارات ويجيبوا الجيبات والكاميرات ويجيبوا السلاح لمعمربوا حبة ويصوروا أفلام فيها الحرب والمفرقعات حولوا تين دوف للستوديوهات متنقلة فوق الرمال تشمس وصور كور ولا تشور واعطي العور من مخيمات الاحتجاز والوعود إلى استوديوهات بوليود باش يصوروا فيها التخربق ويوزعوه على العطارة والغطارة واللي حركاتهم الزيغة والصخرة والزارة يحكيوا بهتصور قصص وأساطير خرافية ده بتصوروا معايا أش من وجهه عند صحافة زير مليكة نود قناة عربية فيها برنامج مخصص في فضح الأخبار المفبركة في إطار المحاربة الدولية الفيك نيوز وكيكشف كدوب الإعلام الجزائري والإعلام المسخر أنتو مثل فكالعادة مؤخرا لا يمكن أن تكتمل فقرة بروباجندا دون أن تكون معنا فبركة من الصفحات الثورية الموالية لجبهة البوليزاريو لكن هذه المرة خففت تلك الصفحات من مبالغاتها فلا ذكرى لراجمات الصواريخ والمدافع والدبابات والمدرعات وطائرات المسيرة بل صورة لضابط مغربي مرفقة بخبر يقول الحرب في الصحراء الغربية هلاك الضابط المغربي سمير برسول من منطقة أزمور دبابة مغربي كان كيعمل فتطوان في البوليس صاب الله يرحمه بكورونا ومات في سبيطار ثانية الرمل فتطوان كيجيو هما كيقولوا عليه باللي تم نقله الجنوب الصحراء وبأنه توفى في معركة مع البوليزاريو وكيقولوا على الراجل كان جلاد إعلام ما كيتطاقش الله حتى في الموتى كتجي قناة عربية في الشرق وكيتشوههم ومنشط البرنامج كيد حكي اليهم هاد شي منكر وهاد شي عار إعلام العطارة ها رايت ها رايت هالحرقوس وها الرقسوس هالمريات وهالصفارات وهالزوايات أش عندك العطار كل شي على ظهر الحمار ومن اللي عاقوا بأن الإخراج السينيما إديالهم معيق وعاطيا ريحتو فتين دوف ولو يستعنوا ببعض المنابر بحال فخونس فانتكات اللي ما كتحملناش وباش ما نكدبش عليكم حنا في برلمان بوانكم والله حتى كنبدلوها نفس المشاعر وربما شوية كتر تصوروا معايا تصوروا معايا في نوصل الحقد الجزائري على المغرب خصوصا بعد اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء الوكالة الرسمية تعد زاير والإداءة الوطنية ديالهم وجرائد تعد عسكر هاجم المؤسسة الأمنية ديال المغرب ورئيسها عبدالطيف الحموشي هادي سابقة في العالم الدولة كتتسخر إعلامها الرسمي باش تضرب مسؤول أمني ديال بلاد جارتها وعلاش فقط حتمخليهم بلا نعاس أمريكا كتشيد وكتنوه به وبالأمن المغربي فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا والنجليز وحتى سريلانكا كتحييه وكتعترف ليه بالميانية وبالكفاءة حيث في الوقت لهد السيد خدام والمغرب خدام حكام الجزائر كي ياخدوا الكلويات ديال الدب باش يخليوا الخالجيين يصيدوا الطيور في الجزائر أخوتنا الجزائريين راه والله ما أنا اللي كشفت هيد السر راه أحمد أويحيا الوزير الأول السابق تعكم اللي قالها في المحكامة ناري على بلاد والله حتى حشمت في بلاست عسكرت زاير والله حتى شوها وديرا غزويا موسيقى موسيقى موسيقى